أوضح مختصون وأكاديميون في الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب أن الزلزال الذي وقع البارحة في أربيل ونينوى هو نتيجة للارتدادات الزلزالية التي وقعت في تركيا مؤكدين أنها لا تشكل أي خطر على المناطق التي تحدث فيها الزلزال هو سبب حدوثه حسب معلوماتنا المتواضعة بأنه يرجع إلى بداية تكون القارات وهذه القارات حدثت اندفاعات مثل الصفيحة العربية دفعت الصفيحة الإيرانية إلى الشمال الشرقي ودفعت الصفيحة التركية إلى الشمال فحدثت فوالق كبيرة مثل فالق الأنيضول وهذا الفالق يكون كبير وهي غطى مناطق تركيا ويصل إلى حلب في سوريا ونتيجة لوجود الطاقة الهائلة الكامنة في تحت الأرض القشر الأرضية عند وجود أي مجال لهذه الطاقة للتحرر ستندفع إلى الأعلى مع وجود الفالق وتهدف الزلازل بطاقات تختلف من مكان إلى آخر الهزات التي وقعت يوم أمس والهزات التي حصلت قبل هذه الفترة هي هزات ارتدادية لما حصل في مناطق تركيا والجنوب تركيا بالأخص وهذه المناطق تعتبر مناطق زلزالية ما أقصد مناطق جنوب تركيا امتدادها هذا الصدع الأرضي الذي يمتد إلى مناطق حلب في سوريا لذلك الهزات الأرضية الارتدادية لا تشكل خطورة ولا تعتبر هزات أرضية مدمرة لأنها لا تجاوز تقريباً لخمس درجات على مقياس الاختار لذلك العراق الحمد لله في مأمن من الهزات الأرضية المدمرة ترجمة نانسي قنقر